اشتركوا في القناة وكما كان منتظرا تأكدت عودة ملك الكنترول رياض محرز للمنتخب الوطني بعد غياب طويل منذ ذهب جمل بالماضي وكشف الإعلام حفيد دراجي في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بأن محرز سيكون متواجدا مع المنتخب الجزائري في تارب السبتمبر المقبل موضحا بأن بيتكوفيتش سيتنقل نهاية الأسبوع إلى جدة للقاء رياض محرز بإضافة إلى لاعب الأهل السعودي ستشهد القائمة أيضا عودة فارس شيبي الذي غاب بدوره عن موعد جوان الماضي لخيارات فنية لاقت انتقادات واسعة من طرف أنصار الخضر أما بخصوص الوجوه الجديدة فيتجه بيتكوفيتش الاعتمادي ولأول مرة على خدمة لاعب واحد جديد فقط وهو الظاهر الأيمى لنادي كولومبوس كورو الأمريكي محمد فرسي تعويضا لثناء يوسف عطال وكيفين غيطون الذين يعانيان نقص المنافسة ما رأيكم في ذلك؟ شاركونا في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد